هذه الحلقة الثالثة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة في الحلقة الماضية كان الحديث عن السيدة رقية إنها رقية بنت الحسين صلوات الله على الحسين وآله الأطهار لم يكتم الحديث لا أريد أن أكرر ما تقدم من تفصيل في الحلقة الماضية لكنني سأجمل القول إجمالا قلت أولاً من أننا لا نملك أدلة واضحة تقودنا إلى الإثبات وفي الوقت نفسه لا نملك مبررات واضحة تقودنا إلى الإنكار أو التشكيك ومن هنا فإنني اتخذت أسلوب القرائن والمراد من القرائن التي هي جمع لقرينة المعطيات التي إذا ما أخذنا كل قرينة لوحدها فإنها لا تصلح أن تكون دليلاً كاملاً على الإثبات أو على النفي وإنما تجتمع القرائن حيث يعضد بعضها بعضاً والمراد من القرينة المعلومة التي تقترن بالموضوع تقترن ترتبط هذا هو المراد من القرينة القرينة المعلومة التي لها صلة اختران بالموضوع تقترن به ترتبط به عرضت بين أيديكم مجموعة من قرائن الكتب قطعاً إنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل الكتب وإنما جئتكم بأهمها بأهمها التي ترتبط بالموضوع حدثتكم عن مجموعة ليست قليلة من قرائن الكتب وانتقلت بعد ذلك إلى الواقع الذي يرتبط بالماضي والحاضر قرينة الواقع القرائن الواقعية لأن قرينة الواقع ما هي بقرينة واحدة عنوانها واحد لكنها تتشكل من مجموعة متصلة متسلسلة من القرائن ما بين الماضي والحاضر القرائن الواقعية قرائن الواقع ثم انتقلت إلى القرائن الوجدانية وحدثتكم عن التجربة الدينية الشخصية لكل زائر زار مزارها وكان صادقا في تواصله مع ذلك المزار وقلت ربما يقول قائل من أن الإنسان يستطيع أن يبرمج نفسه كي يتواصل مع موضوع من الموضوعات وربما لا يكون حقيقة كهذه المعاهد التي تعلم الناس على أن يكونوا سعداء وإنما يستشعرون السعادة نتيجة عملية برمجة لعقولهم هذا الكلام قد يكون صحيحا لكن إذا كان بمعزل عن قرائن الكتب وعن قرائن الواقع وعن القرائن الوجدانية الأخرى مع كل هذه القرائن فإننا لا نستطيع أن نفسر التجربة الدينية المعنوية لزوار ذلك المزار الشريف بهذه الطريقة وإنما ستكون في المجرى نفسه الذي تصب فيه مؤديات كل تلك القرائن من قرائن الكتب وقرائن الواقع إلى القرائن الوجدانية بكل مجامعها فهذا لون من ألوان القرائن الوجدانية نهى التجربة الدينية المعنوية في التواصل مع السيدة الرقية ومع مزارها الشريف النوع الثاني من القرائن الوجدانية الآثار والكرامات وهذا باب قد يكذبه المكذبون وقد يرده الذين يشككون في كل شيء في الأجواء الدينية من أصحاب العمائم أو من غير أصحاب العمائم من الاتجاهات اللادينية الأخرى مثل ما قلت لكم إنها قرائن وجدانية القرائن الوجدانية ينتفع منها أصحابها أصحاب الشأن الوجداني فهناك الآثار والكرامات لهذا المزار الشريف وللتوسل بالسيدة الرقية وهذا أمر يعرفه الذين يتواصلون مع هذا المزار الشريف وممن لهم أطلاع على مجريات ما جرى في الماضي أو في الحاضر أنا لا أريد أن أحدثكم عن بعض الوقائع التي أعرفها سمعت بها الوقت لا يكفي للحديث عن كل صغيرة وكبيرة إنما أحدثكم عن العناوين المهمة وعن المطالب التي أستطيع من خلالها أن أصل معكم إلى نتيجة واضحة كل هذا حدثتكم عنه في الحلقة الماضية وصلت معكم إلى النوع الثالث من أنواع القرائن الوجدانية حيث وضعت هذا العنوان الوقائع الغيبية قد يقول قائل الوقائع الغيبية ألا تدخل تحت عنوان الكرامات الكرامات قصدتوا قصدتوا قصدت بها ما ظهر لذوار والمتوسلين من نيلهم لمرادهم حينما قصدوا المزار الشريف وتوسلوا بصاحبة المزار هذا هو الذي قصدته من الآثار والكرامات أما الوقائع الغيبية فإنها وقائع ترتبط بالموضوع لا علاقة لها لا بالتجربة الدينية الشخصية المعنوية ولا بالآثار والكرامات التي عاشها أولئك الذين تواصلوا مع المزار الشريف ومع صاحبة المزار سأرد لكم من الوقائع الغيبية واقعتين الواقعة الأولى ذكرها محمد هاشم الخراساني الشيخ محمد هاشم الخراساني المتوفى سنة 1352 للهجرة ذكرها في كتابه منتخب التواريخ وهو كتاب باللغة الفارسية منتخب التواريخ محمد هاشم الخراساني المتوفى سنة 1352 للهجرة ذكر واقعة مفصلة في كتابه سأنقلها لكم بالإجمال محمد هاشم الخراساني كان في النجف ينقل عن أحد الدارسين في النجف من طلاب فضلاء حوزة النجف إنه الشيخ محمد علي الشامي سوري هذا الرجل محمد علي الشامي ينقل عن محمد هاشم الخراساني من أن جده من جهة أمه من أن جده المباشر إنه والد أمه جده من جهة أمه هو سيد إبراهيم الدمشقي سيد شريف له منزلة بين الناس وكان كبير السن بحسب ما جاء من قولا فإنه يقارب التسعين وربما يزيد عمره على ذلك إبراهيم الدمشقي الذي هو جد محمد علي الشامي عنده ثلاث بنات ولم يكن عنده ولد عنده ثلاث بنات في ليلة من الليالي بنته الكبرى رأت في عالم المنام رأت السيدة رقية بنت الحسين الطفلة التي نعرف حكايتها رأتها في المنام تقول لها قولي لأبيك سيد إبراهيم الدمشقي قولي لأبيك أن يخبر الوالي هذا الكلام أيام الدولة العثمانية أن يخبر الوالي العثماني من أن الماء قد دخل في قبري فأصلحوا قبري سيد إبراهيم الدمشقي لم يرتب أثراً كلام منامات فكيف يذهب إلى الوالي العثماني ويخبره بمنام وهذا أمر خطير هذا يعني أن يفتح قبر السيدة رقية لم يرتب إبراهيم الدمشقي أثراً على هذا في الليلة الثانية بنته الوسطى رأت نفس المنام رأت السيدة رقية تطلب منها أن تخبر أباها أن يخبر الوالي وأن يقوم بإصلاح قبرها فإن الماء قد دخل في قبرها أيضاً البنت الوسطى أخبرت أباها ولكن إبراهيم الدمشقي لم يرتب أثراً وهذا أمر طبيعي كيف يذهب ويخبر الوالي اعتماداً على منامات وهذه المنامات تطلب منهم أن يحفروا قبر السيدة رقية في الليلة الثالثة بنته الصغرى رأت نفس المنام وأخبرت أباها إلا أنه لم يرتب أثراً في الليلة الرابعة رأى إبراهيم الدمشقي هو بنفسه رأى المنام الذي بناته أخبرنه بمجرياته فرأى السيدة رقية وهي تعاتبه تعاتبه عتاباً واضحاً إنني قد أخبرتك من خلال بناتك لماذا لم تخبر الوالي كي تصلح قبري لما استيقظ إبراهيم الدمشقي ليس أمامه إلا أن يخبر الوالي وفعلاً ذهب إلى الوالي العثمان وأخبره بالأمر وهذا الرجل كان شريف المنزل كان معروفاً له كرامة بين الناس ولذا فإن الوالي رتب أثراً على كلامه خصوصاً أنه حكى له من أن بناته الكبيرة والوسطى والصغرى رأينا المنام نفسه ولما لم يرتب أثراً على منامات بناته هو رأى بنفسه المنام الوالي العثماني قال قال اجمعوا لنا الصلحاء في دمشق من صلحاء السنة ومن صلحاء الشيعة العثمانيون كانوا صوفيين النفس النفس الصوفي كان موجوداً في الدولة العثمانية الدولة العثمانية أسست وفقاً للمشارب الصوفية السلاطين الوزراء الولاة ما هم ببعيدين عن المذاق الصوفي حينما يكون الأمر دينياً ولذا فإن الوالي هكذا قال لهم أنتم يا صلحاء السنة ويا صلحاء الشيعة اغتسلوا والبسوا أنظف ثيابكم وسيكون حرم السيدة رقية مغلقاً مغلقاً وسيكون مغلقاً بقفله تتقدمون إلى الباب من الذي يفتح له القفل هو الذي يتولى عملية كشف القبر تقدم الجميع لم يفتح القفل حينما تقدم إبراهيم الدمشق صاحب الرؤية فتح له القفل حتى حينما دخلوا إلى داخل الحرام وهم يحملون المعاول معهم لما ضربوا بمعاولهم لم تصنع شيئاً لكن حينما استعمل إبراهيم الدمشقي معوله هو الذي أثر في القبر وبدأت وبدأت عملية الحفر إلى أن ظهر جثمان السيدة رقي الأكفان سليمة وكأنها دفنت لساعتها لكن الماء قد دخل في القبر سيد إبراهيم هو الذي أخرج الجثمان إنها طفلة صغيرة لكن شيئاً مهولاً حدث في ذلك المكان بين الحضار هذه طفلة الحسين إبراهيم الدمشقي أخذ الجثمان الصغير وجلس على الأرض على ركبتيه ووضع الجثمان على ركبتيه وبقي الجثمان على ركبتي إبراهيم الدمشقي طيلة الأيام الثلاثة التي اشتغلوا فيها لتجديد القبر ولتفريغ المياه ولإعادة البناء طيلة الأيام الثلاثة كان إبراهيم الدمشقي يضع الجثمان على ركبتيه فقط حينما يحين وقت الصلاة فإنه يضع الجثمان على مكان مرتفع نظيف طاهر يصلي ويعود الجثمان على ركبتيه ودموعه تتهادى على خديه وضعوا لها كفنا جديدا في الحقيقة هذه الجزئية لم تذكر في منتخب التواريخ إنما قرأتها في مصدر آخر عندي محاضرات ما بين الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي حينما كنت في مدينة قم تحدثت فيها عن هذا الموضوع وقد تتبعته في ذلك الوقت كي أتأكد من هذه الواقعة من خلال السوريين واللبنانيين الذين كانوا يتواجدون في مدينة قم هذه الواقعة حقيقية ربما هناك بعض الأجزاء لم تذكر بدقة ربما هناك بعض المطالب لم تأتي واضحة لكن الواقعة قد حدثت بحسب محمد هاشم الخراساني هذه الواقعة حدثت سنة ألف ومئتين وثمانين للهجرة سيد إبراهيم لم يكن عنده ولد وقد بلغ من العمر عتيا لما أدخل جثمان السيدة رقية توجه إلى الله متوسلا بها أن يرزق بولد وهو في ذلك العمر فرزق بولد في تلك السنة سماه مصطفى وهو الذي تولى السيدانة في المزارات الشيعية في دمشق هناك مجموعة من المزارات وبحسب محمد هاشم الخراساني يقول فإن السيدانة لا زالت موجودة في هذا البيت لأن الوالي العثماني كتب بما حدث بالتفصيل إلى السلطان العثماني في إسطنبول والسلطان العثماني في إسطنبول عين إبراهيم الدمشق سادنا شرعيا متوليا شرعيا لكل المزارات الموجودة في دمشق محمد هاشم الخراساني يقول في زماننا كان الساد هو عباس ابن مصطفى ابن إبراهيم الدمشقي مصطفى هذا الذي ولد بعد الدعاء والتوسل من قبل أبيه إبراهيم الدمشقي فكان الساد عباس ابن مصطفى ابن إبراهيم الدمشقي زمان محمد هاشم الخراساني الذي ذكر الواقعة في كتابه منتخب التواريخ باللغة الفارسية هذه واقعة غيبية هذا هو الذي قصدته بالوقائع الغيبية هذه الواقعة حقيقية وهذه الأسرة موجودة أسرة إبراهيم الدمشقي جذورها لبنانية من منطقة الكرك كرك نوح هكذا تعرف في لبنان جدهم كان معروفا في منطقة الكرك ويعرف ب سيد مرتضى ويقال لهم آل مرتضى فيما مر من الزمان ويقعا ولذا كان محمد هاشم الخراساني صاحب منتخب التواريخ قد أخطأ حينما نسبهم إلى الشريف المرتضى لأنهم ينتمون إلى سيد مرتضى المدفون في منطقة الكرك في لبنان لا أريد أن أفصل في الكلام أكثر من هذا لكن الواقعة غيبية وغيبية بامتياز هناك تفاصيل أخرى ذكرت في غير هذا الكتاب لكن التفصيل الذي يطمعن إليه جاء مذكورا في منتخب التواريخ ولكن هناك تفاصيل أخرى ذكرت أشير إلى مثال من ذلك من أن كفنها حينما كان ينقلها إبراهيم الدمشقي فإن كفن الطفلة انكشف عن متنها لما انكشف الكفن عن متنها صرخ إبراهيم الدمشقي صرخة مهولة البقية لم يكونوا قد شاهدوا المشهد فسألوه ما الخبر قال لقد رأيت آثار ضرب السياط على متنها بيت جميل بيت أبو ذي جميل راعي الثار إنه بقية الله راعي الثار راعي الثار ما يظهر علامة لماذا لماذا تأخر ظهوره راعي الثار راعي الثار ما يظهر علامة وينشر لليتانون علامة إنها بيارقه والألوية والأعلام راعي الثار راعي الثار ما يظهر علامة وينشر لليتانون علامة بقية الله بقية الله لسه بمتون عماتك علامة لسه بمتون عماتك علامة بضرب السياط زجر وجور مية أبا عبد الله أبا عبد الله إن يقتلوك إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة الشمس معروفة الشمس معروفة بالعين والأثر إن يقتلوك إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة الشمس معروفة الشمس معروفة بالعين والأثر قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لم تغني عنها سائر السور لهفي لهفي لرأسك يا حسين لهفي لرأسك والخطار يرفعه لهفي لهفي لرأسك والخطار يرفعه قسرا 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 فيطرق رأس المجد والخطر بني أمية بني أمية إن ثارت كلابكم بني أمية إن ثارت كلابكم فإن للثأر ليثا من بني مضري أين المفر بني سفيان من أسد أين المفر أين المفر بني سفيان من أسد لو صاحب الفلك الدوار لم يدري رائعة كاظم الأزري هي المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر وصارم الدهر لا ينفك ذا أثري نذهب إلى فاصل هذا الكتاب نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار كتاب سني لمؤلف شافعي مصري إنه مؤمن الشبلنجي مؤمن ابن حسن مؤمن الشبلنجي مصري الشبلنجي انتساب إلى قرية شبلنجة في مصر الكتاب معروف في الأوساط الشيعية لكنه ليس معروفا في الأوساط السنية لم يتحدث عنه في كتبهم ومؤمن الشبلنجي بالرغم من أنه كان أزهريا هم لا يقبلون أن يقال عن بأنه من علماء الأزهر كان أزهريا ومجاورا للأزهر ومن فضلاء الأزهر لكنهم لا يتحدثون عنه حينما نبحث في الكتب التي تترجم للعلماء للفضلاء للمؤلفين عندهم لا نجد ذكرا لمؤمن الشبلنجي على أي حال هذا ليس مهم نور الأبصار للمؤمن الشبلنجي والذي توفي سنة الف ومئتين واحد وتسعين للهجرة هذه الحادثة التي نقلتها لكم عن منتخب التواريخ لمحمد هاشم الخراساني هذه الحادثة أرخها محمد هاشم الخراساني سنة الف ومئتين وثمانين مؤمن الشبلنجي توفي سنة الف ومئتين واحد وتسعين وهناك من يقول بأنه توفي بعد هذا التاريخ ولكن هذا هو الذي يقدم على غيره من الاحتمالات الأخرى في كتابه نور الأبصار تحدث عن الموضوع ولكن لم يكن الحديث بدقة متناهية هكذا يقول وقد أخبرني بعض الشوام من الشاميين أن للسيدة رقية بنت الإمام علي كرم الله وجهه مر هذا علينا من أن ذكر رقية في كتب التاريخ قالوا عنه يرتبط برقية بنت أمير المؤمنين التي كانت زوجة لمسلم بن عقيل وهناك من العلماء إن لم يقول بهذا القول بأجمعهم الذين تحدثوا عن هذا الموضوع من أن القبر يرتبط برقية بنت أمير المؤمنين وقد أخبرني بعض الشوام أن للسيدة رقية بنت الإمام علي كرم الله وجهه ضريحا ب دمشق الشام وأن جدران قبرها كانت قد تعيبت فأرادوا إخراجها منه لتجديده فلم يتجاسر أحد أن ينزله من الهيبة فحضر شخص من أهل البيت يدعى السيد ابن مرتضى هذا هو إبراهيم الدمشقي الذي ينتسب إلى سيد مرتضى المدفون في لبنان فحضر شخص من أهل البيت يدعى السيد ابن مرتضى فنزل في قبرها ووضع عليها ثوبا لفها فيه ثوبا يعني قماشا ووضع عليها ثوبا لفها فيه وأخرجها فإذا هي بنت صغيرة دون البلوغ فكيف تكون بنتا لأمير المؤمنين نحن نتحدث عن السنة الحادية والستين للهجرة فهناك أكثر من عقدين من الزمان فيما بين وقت وفاة رقية واستشهاد أمير المؤمنين وقطعا فإنها قد ولدت قبل تأريخ استشهاده ثم إن رقية تزوجها مسلم بن عقيل في حياة أمير المؤمنين فكيف تكون صغيرة دون البلوغ إنها رقية بنت الحسين فحضر شخص من أهل البيت يدعى السيد ابن مرتضى فنزل في قبرها ووضع عليها ثوبا لفها فيه وأخرجها فإذا هي بنت صغيرة دون البلوغ وقد ذكرت ذلك هو الشبلنجي لبعض الأفاضل فحدثني به ناقلا عن أشياخه هذا الأمر حقيقي حقيقي مثل ما قلت لكم لكن علماء الشيعة لم يهتموا به ذكره محمد هاشم الخراساني نقلا عن محمد علي الشامي الذي كان من أحفاد إبراهيم الدمشقي وأمه قطعا واحدة من البنات التي رأينا المنام فإن إبراهيم الدمشقي كان عنده ثلاث بنات واحدة منهن كانت أما لمحمد علي الشام الذي حدث محمد هاشم الخراساني بهذه التفاصيل التي مرت علينا قبل قليل إذن الكلام ليس خاصا بمحمد هاشم الخراساني ها هو مؤمن الشبلنج من مصر وهو سني شافعي يتحدث عن الموضوع ولكن ليس بدقة كاملة فهو قد نسب القبر إلى رقية بنت أمير المؤمنين وهذا الأمر ليس خاصا به كثيرون نسب هذا القبر إلى رقية بنت أمير المؤمنين هذا معجم البلدان لياقوت الحموي وهذا الجزء الخامس إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان في الصفحة الثانية والأربعين بعد المئة يتحدث عن مصر وعن المشاهد الدينية والمزارات في تلك البلاد يقول في العمود الأيسر من صفحة مية واثنين واربعين وبمصر من المشاهد والمزارات بالقاهرة مشهد به رأس الحسين بن علي إلى أن يقول وبين مصر والقاهرة قبة يقال إنها قبر السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ومشهد يقال إن فيه قبر فاطمة بنت محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق وقبر وقبر آمن بنت محمد الباقر ومشهد فيه قبر رقية بنت علي ابن أبي طالب فبحسبي ياقوت الحموي في معجم البلدان فإن قبر رقية بنت أمير المؤمنين في مصر والاحتمال الأقوى أنها رافقت السيدة زينب حينما خرجت من المدينة إلى مصر وتوفيت هناك هذا بحسب ما جاء مذكورا في معجم البلدان لياقوت الحموي في جملة القبور التي هي في مصر وفي القاهرة ومشهد فيه قبر رقية بنت علي بن أبي طالب أعيان الشيعة محسن الأمين العامل هذا المجلد الكبير السابع والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في في الصفحة العاشرة وفي العمود الأيمن السيد رضا ابن السيد سليم آل مرتضى الموسوي الدمشقي هذا السيد رضا هو من آل مرتضى الذين منهم إبراهيم الدمشقي السيد رضا ابن السيد سليم آل مرتضى الموسوي الدمشقي توفي سنة 1321 هجري قمري يقول عن وهو من السادات الموسوية المرتضوية الذين ينسبون إلى أحد أجدادهم الأجلاء السيد مرتضى المتفون بالمشهد المنسوب إلى نوح في قرية الكرك في لبنان ولذا يقال له كرك نوح إلى أن يقول والذين يسكنون دمشق من آل مرتضى إبراهيم الدمشقي منهم والذين يسكنون دمشق بيدهم إلى اليوم التولية على المشهد المنسوب للسيدة زينب الصغرى إنه يتحدث عن مزار السيدة زينب الذي يعرف بين الشيعة من أنه مزار السيدة زينب الكبرى زينب الكبرى بحسب القرائن التأريخية الواضحة قبرها الحقيقي في القاهرة في مصر أما القبر الذي في الشام فهو لأختها لزينب الصغرى والذين يسكنون دمشق من آل مرتضى بيدهم إلى اليوم التولية على المشهد المنسوب محسن الأمين العامل إنه لا يعتقد بأن المزار الموجود في قرية راوية هذه القرية اسمها قرية راوية كانت تبعد عن مدينة دمشق مسافة في غوط دمشق قرية راوية هي القرية التي فيها المزار الزينبي الشيعة يعتقدون بأن المزار للسيدة زينب الكبرى لكن القرائنة تقول من أن المزار للسيدة زينب الصغرى أما زينب الكبرى فهي في مصر في القاهرة محسن الأمين العامل لا يعتقد بأن المزار للسيدة زينب الكبرى ولا يعتقد أيضا بأن المزار للسيدة زينب أصغرى ولذا يقول من أنه مشهد منسوب والذين يسكنون دمشق بيدهم إلى اليوم التولية التولية الشرعية إنها تتعانق مع الحكاية التي نقلتها لكم عن منتخب التواريخ فيما يرتبط بقصة إبراهيم الدمشق بيدهم إلى اليوم التولية على المشهد المنسوب للسيدة زينب الصغرى المكنات بأم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام الموجود بقرية راوية وقد تكلمنا على هذا المشهد مفصلا فيما يأتي من ترجمتها والتولية على أوقافه وعلى المشهد المنسوب إلى النبي نوح بقرية الكرك وأوقافه وهي كثيرة قد ذهب أكثرها وقد كانت لهم التولية على المشهد المنسوب إلى السيدة رقية بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام بمحلة العمارة بدمشق محلة العمارة هي المحلة التي فيها المزار المعروف لسيدة رقية بنت الحسين وقد ذكر هذا أيضا في الصفحة الرابعة والثلاثين في العمود الأيسر من الصفحة رقية بنت الحسين عليه السلام ينسب إليها قبر ومشهد مزور بمحلة العمارة من دمشق الله أعلم بصحته إنه يتحدث عن المزار نفسه في محلة العمارة وقد كانت لهم التولية على المشهد المنسوب إلى السيدة رقية بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام بمحلة العمارة بدمشق هكذا تضيع الأمور ولذا قلت لكم في الحلقة الماضية ووجهت كلامي بشكل خاص إلى السائل الذي وجه رسالة إليه وهو يعيش في جوار حرم السيدة رقية يشكو في رسالته من أن أصحاب العمائم قد صدموه بكلامهم من أن المزار هذا لا علاقة له بالسيدة رقية ومن أن الحسين ليس عنده من بنت يقال لها رقية وقد خاطبته وقلت له خائب الذي يأخذ دينه من أصحاب العمائم أصحاب العمائم سيأخذونه في متاهة وجزء من المتاهة هو هذا أنا أعرض بين أيديكم المعطيات وأنتم شخصوا الحقيقة بأنفسكم لا تلقوا بأنفسكم في متاهة أصحاب العمائم هؤلاء هم تائهون هؤلاء هم ضالون فاقدوا الشيء لا يعطي فاقدوا الشيء لا يعطي نذهب إلى فاصل هناك حادثة ينقلها محمد صادق الروحاني المرجع المعروف الذي توفي في الفترة المتأخرة من تلامذة الخوع محمد صادق الروحاني في مجالسه ينقل هذه الواقعة هذه الواقعة حدثت أيام مرجعية البروجردي إحسين البروجردي الذي صار مرجعا عاما في إيران بعد وفاة مؤسس حوزة قم عبد الكريم الحائري كانت المرجعية العامة المرجعية العليا له في حوزة قم بعد وفاته صارت المرجعية العامة المرجعية العليا لإحسين البروجردي نحن نتحدث عن خمسينات القرن الماضي عن خمسينات القرن العشرين محمد صادق الروحاني ينقل هذه الواقعة من أنه في تلك السنين أيام مرجعية البروجردي هناك من المتبرعين الإيرانيين قاموا بصناعة شباك كي ينقلوه إلى الشام لضريح السيدة رقية بنت الحسين وهذا ما هو بشيء غريب على الإيرانيين هذا هو شأنهم وديدنهم وهذه هي جديلتهم وطريقتهم وسنتهم وقولوا ما تشاءون الإيرانيون معروفون بهذا يفعلون هذا في الماضي ويفعلون هذا في الحاضر وسيفعلونه في المستقبل ولولا الإيرانيون لما قامت لمزارات أهل البيت من قائمة أتحدث عن جانب الإعمار وعن جانب النقوش والتزيين وعن جانب التأثيث والفرش أتحدث عن هذا الإيرانيون هم سادة الموقف أتحدث عن شيعة إيران وعن تجارهم وعن كبارهم وفضلائهم فكان هناك من الإيرانيين من صنع شباكا لضريح السيدة رقية وعلى طريقتهم الإيرانيون لهم طقوسهم لهم آدابهم وطريقتهم في التعامل مع أهل البيت وهم يتميزون تميزا واضحا في هذا الأمر في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل حتى في المستقبل أئمتنا أخبرونا بذلك من أن دولتهم من أن دولة محمد وآل محمد فيهم سيكون لهم شأن عظيم في دولة محمد وآل محمد هذا ما هو بغريب ما هو بغريب أصحاب الأئمة عظماؤهم من الإيرانيين رواة الحديث عظماء رواة الحديث من الإيرانيين لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية رسول الله أخبرنا والأحاديث في كتب الشيعة والسنة على حد سواء وفي كتب السنة أكثر من أن العلم النبي يتحدث عن علم الدين لو كان في الثرية لناله أبناء فارس قوم من فارس على أي حال فكان الإيرانيون يأخذون هذا الشباك إلى مدنهم المختلفة ويبقى الشباك في كل مدينة ربما شهرا وربما يكون الوقت أكثر من هذا الشيعة يتبركون به فأراد القميون أهل قم أن يجلب الشباك إلى مدينتهم بعد أن تنقل الشباك في العديد من المدن الإيرانية لكن الشباك لم يجلب إلى قم لماذا المرجع البروجردي هو الذي منع ذلك حسين البروجردي هو الذي منع ذلك هكذا يحدث محمد صادق الروحاني الحكاية أيضا ينقلها جعفر مرتضى العاملي ليس مهما نذهب إلى الحكاية البروجردي هو الذي منع دخول شباك السيدة رقية إلى مدينة قم مثل ما منع طباعة أجزاء المطاعن من كتاب بحار الأنوار وحرم على صاحب المكتبة الإسلامية أن يطبعها ولم تطبع طبعت بعد ذلك بعد وفاته بفترة زمنية طويلة طويلة لماذا منع البروجردي دخول شباك السيدة رقية إلى مدينة قم يقول إذا ما دخل الشباك إلى مدينة قم في أيام مرجعيتي فهذا يعني أنني أؤيد من أن السيدة رقية شخصية حقيقية وليست كذلك ومن أن المزار في الشام حقيقي وهو ليس كذلك هذا ما هو كلامي هذا الكلام الذي نقله جعفر مرتضاء العامل ونقل عن محمد صادق الروحاني وعن غيرهما هذا هو الذي أقوله لكم خائب الذي يأخذ دينه من هؤلاء خائب نحن لا نعلم الغيب لكن المعطيات تتحدث عن نفسها بنفسها هناك الكثير من الكلام لم ألتفت إليه لأنه لا قيمة له لا قيمة له جعفر جعفر مرتضاء العامل حينما تناول المسألة بالبحث جمع فيها أقوالا كثيرة وخلط وخبط وخبط وخلط وانتهى إلى نتيجة من أن القبر لرقية بنت أمير المؤمنين خرج بهذه النتيجة على ريبة من أمره الصورة ليست واضحة عنده وأنا لا ألوبه لأنه جمع كل كلام قيل في هذا الموضوع هناك الكثير من الكلام لا قيمة له إذا ما أخذ بنظر الاعتبار فإنه سيفسد النتائج لابد للمحقق أن يميز بين الأقوال وأن يأخذ الأقوال التي تستحق الاحترام ولو بدرجة معينة أتحدث عن الاحترام العلمي عن الاحترام التحقيقي أن يأخذ بنظر الاعتبار الأقوال المهمة لأن الأقوال كلما كثرت ستترك تأثيرا واضحا على النتيجة الجودة في التحقيق ليست في جمع كل الأقوال فهناك الكثير من الأقوال لا تعد بشيء فلماذا ندخلها في دائرة التحقيق علينا أن نطلع عليها وأن نفلترها وأن نخرجها منذ البداية من ساحة التحقيق على أي حال أنا لا أريد أن أتناول المطالب بكل تفاصيلها لكنني سأضرب لكم مثالا من هذا الكتاب من أعيان الشيعة كي تعرفوا كيف تسير الأمور في المجلد السابع في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المئة في العمود الأيسر تحت هذا العنوان قبر الست هكذا يعرف بين الشاميين قبر الست الذي في قرية راوية إنه المزار الذي يعرف عند الشيعة الآن بمزار السيدة زينب الكبرى هذه القرية التي فيها المزار الشريف يقال لها قرية راوية وكانت منفصلة عن دمشق في غوط الدمشق يتحدث محسن الأمين العامل والذي قبره في هذا المزار يوجد في قرية تسمى راوية على نحو فرسخ من دمشق الفرسخ ربما يقدر ب خمسة كيلو متر قد يكون الفرسخ أكثر من هذا بقليل هذه المسافة تقريبا خمسة خمسة كيلو متر يوجد في قرية تسمى راوية على نحو فرسخ من دمشق إلى جهة الشرق قبر ومشهد يسمى قبر الست ووجد على هذا القبر صخرة رأيتها وقرأتها كتب عليها هذا قبر السيدة زينب المكنات بأم كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله عنه وليس فيها تأريخ وصورة خطها تدل على أنها كتبت بعد الست مئة من الهجرة ولا يثبت بمثلها شيء ومع مزيد التتبع والفحص لم أجد من أشار إلى هذا القبر من المؤرخين سوى ابن جبير في رحلته وهو كتاب معروف رحلة ابن جبير وياقوت في معجمه وهذا جزء من معجمه قرأت عليكم قبل قليل منه وابن عساكر في تأريخ دمشق هذا التأريخ المعروف تأريخ ابن عساكر الشافعي وابن عساكر في تأريخ دمشق وذلك يدل على وجود هذا القبر من زمان قديم واشتهاره قال ابن جبير في رحلته التي كانت في أوائل المئة السابعة عند الكلام على دمشق ما لفظه ومن مشاهد أهل البيت رضي الله عنهم مشهد أم كلثوم ابنة علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما ويقال لها زينب الصغرى وأم كلثوم كنية أوقعها عليها النبي لشبهها بابنته أم كلثوم رضي الله عنها والله أعلم بذلك ومشهدها الكريم بقرية قبلي البلد من جهة القبلة تعرف براوية على مقدار فرسخ وعليه مسجد كبير وخارجه مساكن وله أوقاف وأهل هذه الجهات يعرفونه بقبر الست أم كلثوم مشينا إليه وبتنا به وتبركنا برؤيته نفعنا الله بذلك هذا كلام ابن جبير في كتابه الرحلة وقال ياقوت المتوفى سنت إنه ياقوت الحموي صاحب المعاجم المعروف معجم البلدان معجم الأدباء المؤرخ والعالم السني المعروف وقال ياقوت المتوفى سنت ستمية وستة وعشرين في معجم البلدان راوية هذه القرية التي فيها المزار الزينب راوية بلفظ راوية الماء الراوية القربة الكبيرة القربة الكبيرة يقال لها الراوية راوية بلفظ راوية الماء قرية من غوطة دمشق بها قبر أم كلثوم وقال ابن عساكر من أهل أوائل المئة الخامسة عند ذكر مساجد دمشق مسجد راوية مسجد على قبر أم كلثوم وهي ليست بنت رسول الله التي كانت عند عثمان لأن تلك ماتت في حياة النبي ودفنت بالمدينة ولا هي أم كلثوم بنت علي من فاطمة التي تزوجها عمر بن الخطاب لأنها ماتت هي وابنها زيد ابن عمر بالمدينة في يوم واحد ودفن بالبقي وإنما هي امرأة من أهل البيت سميت بهذا الاسم ولا يحفظ نسبها ومسجدها هذا بناه رجل قرقوبي من أهل حلب قرقوبي نسبة إلى منطقة في العراق ما بين العراق وإيران إلى آخر ما جاء في الكلام في صفحة مية وسبعة وثلاثين وفي العمود الأيمن زينب الكبرى بنت مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعليها السلام وتعرف بالعقيلة صفحة مية وأربعين تحت عنوان محل قبرها أين هو قبر زينب الكبرى ماذا يقول محسن الأمين العامل سأقرأ بعضا من كلامه الكلام طويل طويل جدا هو يقول يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة لماذا يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة هو هكذا يعتقد يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة فإنه لم يثبت أنها بعد رجوعها للمدينة خرجت منها وإن كان تأريخ وفاتها ومحل قبرها بالبقيع مجهول وكم من أهل البيت وكم من أهل البيت أمثالها من جهل محل قبره وتأريخ وفاته خصوصا النساء إلى آخر كلامه فهو يقول يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة ثم يستمر في الكلام ونظير هذا نظير الكلام الذي يقول من أن قبر العقيلة زينب الكبرى في الشام في قرية راوية يقول نظير هذا الكلام ما يقال من أن قبرها في مصر فإن قبرها ليس في مصر إذن قبرها مجهول بحسب محسن الأمين العامل ونظير هذا أن في مصر قبرا ومشهدا يقال له مشهد السيدة زينب وهي زينب بنت يحيا وتأتي ترجمتها والناس يتوهمون أنه قبر السيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام ولا سبب له إلا تبادر الذهن إلى الفرد الأكمل باعتبار أن امرأة يقال لها زينب من أهل البيت تدفن هنا فهذا يدفع العقول إلى تصور الفرد الأكمل فأكمل الزينبات زينب الكبرى فلذا اعتقد الناس بأن القبر لزينب الكبرى وهو لزينب بنت يحيا وسأتي الحديث عنها إذن القبر في راوية في قرية راوية في دمشق ليس معروفا بالنسبة لمحسن الأمين العاملي إنه منسوب إلى زينب الصغرى القبر في مصر هو لزينب بنت يحيا ولا علاقة له بالعقيلة الكبرى يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة يوجد لها قبر هناك لا يوجد لها قبر نهاية التحقيق الذي وصل إليه محسن الأمين العاملي صفحة 141 في العمود الأيمن لم يتحقق أن صاحبة القبر الذي في راوية تسمى زينب لو لم يتحقق عدمه فضلا عن أن تكون زينب الكبرى وإنما هي مشهورة بأم كلثوم كما مر في ترجمة زينب الصغرى للكبرى على أن زينب لا تكنى بأم كلثوم وهذه مشهورة بأم كلثوم الخلاصة المزار الذي في مصر لا علاقة له بزينب الكبرى المزار الذي في الشام لا علاقة له لا بزينب الكبرى ولا بزينب الصغرى أما المزار الذي يقال له مزار رقية هذا مزار رقية بنت أمير المؤمنين أية متاهة هذه وضعنا فيها محسن الأمين العامل هذا هو الذي وصل إليه خبط وخلط خلط وخبط هذا هو حال مراجعنا العظام وأخر شيء ما فعله أحسين البروجردي حتى هذه الطقوس التي اعتاد الشيعة أن يفعلها وهي طقوس رمزية منعها هذا الرجل نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطحرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه وعدتكم أن أذكر لكم واقعة غيبية ثانية هذه الواقعة ربما لا يعلم بها الناس تحدثت عنها في برامج سابقة ذكرتها في بعض الندوات المفتوحة التي تعقد لي في العديد من البلدان هذه الواقعة واقعة حقيقية على الأقل بالنسبة لي نحن نتحدث في المعطيات في القرائن الوجدانية الذين يتذكرون مزارة السيدة رقية بنت الحسين قبل أن يهدم ويبنى بناء جديدا قطعا في المكان نفسه حينما نقبل إلى المزار البوابة الخارجية بعد البوابة هناك باحة ليست كبيرة بمثابة صحن للمزار وهي باحة مسقفة وبعد الباحة يأتي البناء وقد قسم إلى قسمين قسم فيه قبر السيدة رقية وعلى القبر شباك خشبي جميل وصغير يوحي للزائر من أن هذا القبر هو قبر طفلة صغيرة والمكان تنتشر فيه ألعاب الأطفال فوق القبر على الجدران في كل مكان هذا القسم الأول والقسم الثاني وفيما بين القسمين هناك باب مفتوح القسم الثاني كان مسجدا للسنة وغريب هذا هذا المكان للشيعة فيه مزار السيدة رقية وهذا المكان للسنة وقد رأيت بأم عيني ليالي الجمعة كانت تعقد جلسات الذكر الصوفي تقام صلاة الجماعة في هذا المكان نحن كنا نذهب لزيارتها أتحدث عن سنة 1980 ميلادي من القرن الماضي من القرن العشرين كنا نذهب لزيارتها وكان المكان يزدحم بالزوار وقت الصلاة فنذهب مثلا وقت صلاة الظهرين الصلاة في المسجد السني كانت تقام ونحن كنا نصلي في الجهة التي فيها قبر السيدة رقية إذن هناك مزار السيدة رقية وبجانبه بجانبه مسجد سني يتصل بالمزار وفيما بين المزار والمسجد هناك باب مفتوح مكان واحد مثل ما قلت لكم بوابة خارجية باحة ثم ينقسم المكان إلى قسمين قسم لمزار السيدة رقية وقسم لمسجد سني تقام فيه صلاة الجماعة إمام المسجد السني هو معين من الأوقاف الحكومية في سوريا أحد المشايخ العراقي وهو معروف من الشخصيات العراقية المعروفة كان يعيش في سوريا في أيام المعارضة الشعية العراقية كان يعيش في سوريا فأنا أتحدث عن فترة الثمانينات والتسعينات في مدة من هذا الزمان كان يعيش هذا الشيخ العراقي الفاضل في سوريا وهو حي موجود لا أدري هل يرغب بذكر اسمه أو لا لهذا سبب إنني ما ذكرت اسمه هو حدثني أنا سمعت هذه الواقعة منه وطلبت منه أكثر من مرة أن يحدثني بها فربما هناك اختلاف بسبب ضعف الذاكرة بسبب عدم التفات بدقة للموضوع طلبت منه أكثر من مرة أن يحدثني بها وحدثني الحديث نفسه هذا الشيخ العراقي يقول ذهبت لزيارة السيدة الرقية ثم ولجت إلى المسجد السني وكان إمام المسجد جالسا لوحده لم يكن الوقت وقت صلاة سلمت عليه وجلست قريبا منه وقلت له إني أريد أن أسألك سؤالا قال ما السؤال قلت إنك تتواجد في هذا المكان بالله عليك حدثني هل رأيت كرامة معجزة شيئا غيبيا في هذا المكان لأننا نعتقد نحن الشيعة بأن الأمور هذه حتما تتحقق وحتما تحدث بين الفينة والأخرى هذه عقدتنا فماذا أجابه إمام المسجد السني هذا الكلام قد يكذبه المكذبون هم أحرار بالنسبة لي أنا متأكد من صحة هذه الواقعة وهذه واقعة أضعها في الوقائع الغيبية وهي جزء من المعطيات والقرائن الوجدانية هذا أمر الناس فيه أحرار يقبلونه يرفضونه هذا شأنهم وتلك مشكلتهم إمام الجماعة السني يقول لهذا الشيخ الشيعي العراقي هذا رجل دين سني وهذا رجل دين شيعي ويسهل ويسهل التفاهم بين رجال الدين هذه القضية لا بد أن تعرفوها من كل الأديان هناك نقاط اشتراك في التعامل والأسلوب على أي حال لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية فإمام الجماعة السني يقول حينما عينت من قبل الأوقاف في هذا المكان وجئت إليه ورأيت قبر السيدة رقية وشاهدت الشيعة كيف يأتون لزيارتها صارت الدنيا في عيني سوداء وقلت أي حظ هذا أي نصيب هذا لم أعين إلا في هذا المكان بجنب هؤلاء الشيعة إنهم أهل البدع هؤلاء القبوريون نحن القبوريون هكذا يسموننا السنة نحن أصحاب البدع ونحن القبوريون لأننا نطوف حول قبور العترة الطاهرة لأننا نطوف حول قبورهم يقولون بأننا قبوريون ستثبت الأيام ستثبت الأيام في جيلنا هذا في الأجيال القادمة من الذي ستقبره الحقيقة ومن الذي سترفع الحقيقة شأنه الأيام بيننا الأيام بيننا فأين يزيدكم هذا حسين موجود أين يزيدكم أين هندكم وأين ميسونكم هذه رقيتنا موجودة فكان هذا الرجل السني يرى الدنيا سوداء بعينه لأنه قد عين في هذا المكان يقول وفي يوم من الأيام كنت جالسا لوحدي هنا مثل ما كان جالسا لوحده في الوقت الذي ولج عليه هذا الشيخ الشيعي العراقي كنت جالسا هنا لوحدي وأنا أنظر إلى قبرها وأقول من هي هذه من رقيت هذه وما هذا الحظ العاثر الذي جاء بي إلى هنا ما الذي حدث يقول حدث شيء رهيب ما الذي حدث يقول وأنا بكل عقلي وبكل حواسي لست نائما لست مهلوسا بكل وجودي بكل مشاعري بكل أحاسيسي رأيت القبر يفتح هذا الشباق يفتح وخرجت وخرجت منه طفلة صغيرة ربما في السنة الرابعة في السنة الثالثة طفلة صغيرة لا تتجاوز الخامسة من العمر طفلة صغيرة خرجت جاءتني تمشي بتأدة خرجت من الشباك تنظر إلي تتمشى بهدوء حتى وصلت ووقفت قريبا مني وأنا في حيرة ما هذا الذي أرى الشباك وقد انفتح وطفلة وقد خرجت وبين حيرتي وذهولي رجعت أدراجها ودخلت في شباك القبر ورجع الشباك على حاله رأيت هذا بأم عيني لكنني ما تحدثت بهذا مع أحد هل أحدث السنة الذين يصلون ورائي من الذي يصدق ولا علاقة لي بشيعي حتى أحدثه هذا أمر رأيته بأم عيني كان جوابا لسؤال يتردد في داخلي من هي هذه وما الذي جاء إلى هذا المكان وأي حظ عاثر جعلني أصلي هنا بجوار هؤلاء القبوريين فجاء الجواب واضحا صريحا لكنني ما استطعت أن أتكلم ولم أتوقع أن أحدا يسألني هذا السؤال أنت سألتني وأنا أجبتك كان الأمر يتلجلج في صدره هذه هذه حقيقة كالحكاية التي نقلتها لكم عن منتخب التواريخ لمحمد هاشم الخراساني التي حدثتكم بها قبل قليل هناك وقائع غيبية أخرى لكنني أكتفي بهاتين الواقعتين قلت لكم في بداية حديثي في حلقة يوم أمس من أن الكثير من الموضوعات لا نستطيع أن نثبتها بدليل واحد أو بأدلة واضحة صريحة ولا نستطيع أن ننكرها أو أن نشكك بها وفقا لدليل واحد ونحن لا نملك تلك الأدلة إنما تحركت وفقا لأسلوب القراء عردت بين أيديكم قراء الكتب وأنا لا أعتقد جازما بأن المعلومات التي قرأتها عليكم من الكتب الصحيحة بالكامل بعضها صحيح وبعضها ليس صحيحا هذه قراء القرينة تعطينا كشفا بدرجة ظنية عالية تكاد أن تقترب من الإطمئنان القرائن إذا مجتمعت واتفقت وتعاضدت وآزر بعضها بعضا يمكننا من خلالها أن نصل إلى صورة واضحة جدا وهذا هو الذي قمت بفعله بين أيديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة هناك قرائن الكتب عرضتها بين أيديكم وأنا أقول وأكرر من أن المعلومات التي قرأتها من الكتب أنا لا أجزم ولا أقطع بصحتها كلها لكن بالمجموع فإن الصحيحة يمكن أن يصحح الخاطئ منها وإن الكامل في المعلومة يمكن أن يكمل الناقص منها هذا هو أسلوب القرائن مجموعة من المعطيات تترابط فيما بينها كي ترسم صورة نهائية واضحة فهناك قرائن الكتب وهناك قرائن الواقع عبر الماضي والحاضر وهناك القرائن الوجدانية على المستوى الشخصي للزوار على مستوى الآثار والكرامات مما ناله المتوسلون بهذا المزار الشريف وبصاحبة المزار وهناك الوقائع الغيبية الواقعة الأولى بحثت وراءها منذ الثمانينات منذ التسعينات حتى تأكدت من صحتها على الأقل بالنسبة لي وتأكدت من وجود الأشخاص الذين ذكروا في هذه الواقعة وهذه واقعة أخرى حدثتكم بها قبل قليل وهناك غير هذه الوقائع ويضاف إلى كل هذه المعطيات حالة الخبط والخلط وحالة الإضطراب والارتجاف التحقيقي عند كبار العلماء الطوسيين وأنا أتمسك كثيرا بهذه القاعدة من أن الصواب في خلافهم هذا الكلام لا أقوله على سبيل العناد هذا الكلام لا أقوله على سبيل الاعتراض هذا الكلام لا أقوله على سبيل رد الفعل هذا الكلام لا أقوله على سبيل أن أنسب إليهم ما ليس فيهم لأجل أن أتنقصه وحق الزهراء البتول كل هذا الذي ذكرته وأشباهه ليس موجودا بين جوانح صدري إنما هي الحقيقة العلمية والتجربة العملية من خلال معايشة واقعهم ومن خلال النبش والتحقيق في كتبهم وآرائهم إنهم يخالفون العترة الطاهرة خلافا واضحا ولذا فإن الأصل في عدم صواب أقوالهم في عدم صواب آرائهم وإن الصواب في خلافهم حتى تقوم الأدلة من أنهم على صواب أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا وما بعد هذا اليوم إذا بقوا على منهج الضلال الطوس نفسه مراجع النجف وكربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة من خلال التتبع في كتبهم ومن خلال التدقيق في أقوالهم وآرائهم وعرضها على القرآن المفسري بتفسير العترة الطاهرة وعرضها على حديث العترة الذي يفهم بموازين المعاريض لا بموازين الظهور العرفي الشافعي بموازين المعاريض الباقرية والصادقية هم في حالة خلاف ومنافرة واضحة مع القرآن العلوي ومع الحديث العلوي ولذا فإنهم نقضوا بيعة الغدير لهذا السبب لهذا السبب نقضوا بيعة الغدير علميا وعمليا وفعليا في الأقوال فقط يقولون بأننا مع بيعة الغدير وإلا فإن كتب التفسير عندهم وكتب الرجال عندهم وكتب العقائد وكتب علم الكلام وكتب أصول الفقه والرسائل العملية كل هذا يتناقض مع بيعة الغدير بدرجة مئة بالمئة فماذا نتوقع منهم نتوقع منهم ما فعله البروجردي ولو كان الأمر متاحا للبقية منهم أنه كانوا يفعلون فعلة البروجردي من هنا فإنني أقول من جملة القرائن أيضا وبالنسبة لهذه قرينة مهمة جدا أن الصواب في خلاف مراجع النجف وكربل إذن هناك قرائن الكتب هناك قرائن الواقع هناك القرائن الوجدانية بأنواعها الثلاثة التي ذكرتها لكم وهناك قرينة الحقيقة هذه القرينة أسميها بقرينة الحقيقة قرينة الحقيقة أن الصواب في خلاف مراجع النجف وكربل اجمعوا هذه القرائن واجمعوا هذه الحقائق واستخلصوا النتيجة الواضحة الصريحة المزار مزار السيدة رقية والمدفونة إنها رقية بنت الحسين هذا ما أعتقده لا أفرض رأيا على أحد لكن القرائن هي التي جرتني من لحيتي وأرغمت أنفي على أن أقول من أن المزار مزار رقية ومن أن رقية هذه هي بنت الحسين صلوات الله وسلامه على الحسين وآل الحسين ورحمة الله وبركاته نذهب إلى فاصل ومن هذا المكان البعيد عن مزارها صلوات الله عليها أتوجه إليها من مغرب الأرض من هنا من مدينة لندن إلى السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها أتوجه إليها أن تجعل هاتين الحلقتين شيئا لا قيمة له لكن أن يذكر في سجل خدمة الحسينية لهذه السنة ما تحدثت به وما خدمته في الحلقة الماضية وهذه الحلقة أن تسجله لنا لي ولأخوة العاملين في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام أن يكون هذا شيئا لا قيمة له لكنه يذكر في سجل خدمتنا الحسينية لهذا العام صلوات تترى وسلام يتواصل عليك يا بنت الحسين الشهيد سلام عليك وأنت وأنت في غربتك سلام عليك وأنت في آلامك سلام على جراحك التي لم تندمل سلام عليك وعلى الشيب العفيف شيب الحسين سلام عليك وعلى الوجه الشريف وجه الحسين سلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته هناك رسالة من البصرة سأخذ منها سؤالا واحدا لأهمية هذا السؤال وسأقرأ ما جاء فيها مثل ما وردتني أحذف اسمي منها فقط وأقرأ بقية الكلام هناك رواية عن اليماني الرسالة تقول هناك رواية عن اليماني وأتباعه عن إرهاصات الظهور المقدس والرواية هي أن جيش اليماني حمائل سيوفهم هذه الكلمة ألف لام ميم سين كاف يبدو أن صاحب الرسالة قد قرأها المسك المسك الرائحة الطيب هذا العطر الذي ينتجه غزال المسك هناك نوع من أنواع الغزال يقال له غزال المسك ينتج طيب المسك يخرجونه من النافجة التي تنفصل عن جسد الغزال إنها عبارة عن كيس جلدي يكون ممتلئا بالدم الذي تتغير طبيعته كي يكون مسكا هذا هو المسك الرائحة الطيبة جدا المسك رائحة الملائكة المسك رائحة أئمتنا المسك رائحة الجنة فيبدو أن المرسل قد قرأ الكلمة بهذه القراءة المسك أن جيش اليماني حمائل سيوفهم المسك وهذا يدلل أن اليمانية وأتباعه ستكون مهمتهم ثقافية باعتبار أن هذا التعبير أن حمائل السيوف تكون من المسك فهذا سيكون تعبيرا مجازيا تعبيرا كنائيا وإن كان غريبا ولكن هكذا فهم صاحب الرسالة فحينئذ لا وجود للسلاح ولا وجود للعسكرة في الاتجاه اليماني وهذا يدلل أن اليمانية وأتباعه ستكون مهمتهم ثقافية يتم من خلالها تصحيح ما فسد من عقائد الشيعة عبر القرون لذلك أرجو التركيز على هذه الرواية وإعطاءها حقها في البحث عن دور اليماني قبل قيام قائم آل محمد صلى الله عليه وعلى آله انتهى السؤال هذا الفهم ليس فهما دقيقا لأن القراءة لم تكن قراءة دقيقة فصاحب الرسالة قرأ الرواية من أن حمائل سيوفهم من المسك الرواية التي يشير إليها موجودة في غيبة النعماني والكتاب بين يدي غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من علماء عصر الغيبة الأولى وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة الباب الثاني الحديث الأول الرواية طويلة وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منها بحسب سؤال السائل بسنده بسند النعماني عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله أهل اليمن فقال النبي جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا يبسون بسيسا يمشون بهدوء على تأدة جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله قال قوم رقيقة قلوبهم يتحدث عن اليمانيين النبي يضرب بالكلام إلى جهة أبعد إلى زمن القائم هو يتحدث عن الذين جاءوا ولكنه يضرب إلى بعيد قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم المنصور المنصور قد يكون اسما قد يكون لقبا لليماني نحن لسنا متأكدين من هذا لكنه قطعا هو وصف له فهو منصور هو منصور بنصرته لإمام زمانه فهل هذا المنصور هل هذا اسم له هل هذا لقب له أم أنه وصف له يقينا هو وصف له هو منصور لكن ربما يكون اسما يكون اسما ثانيا ثالثا يكون لقبا له هذه احتمالات منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا هذا الكلام يتحدث عن عسكرة يتحدث عن سلاح لا كما يقول المرسل في رسالته من أن الحركة اليمانية حركة ثقافية فقط يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصي النبي يتحدث عن قائم آل محمد حمائل سيوفهم ليس المسك المسك القراءة الصحيحة هي هذه هذه الكلمة ميم سين كاف تأتي في لغة العرب مسك المسك الرائحة الطيبة العطر الطيب الذي يستخرج من غزال المسك المسك بكسر الميم مسك هكذا قرأها الأخ العزيز الذي أرسل الرسالة وهناك المسك المسك بفتح الميم وفتح السين المسك المسك نوع من أنواع ما تتحلى به المرأة من المصوغات فقد يطلق على نوع من الأسورة الأسورة التي تلبسها المرأة تتزين بها في يدها وقد يطلق على نوع من أنواع الخلاخيل جمع لخلخال وهو ما تتزين به المرأة في رجلها فالسوار لليد والخلخال للرجل ويقال للإثنين في بعض أنواعهما المسك مسكوا المرأة ومسكت المرأة ما تتزين به في يدها أو رجلها إذن هناك المسك بكسر الميم الطيب المعروف وهناك المسك بفتح الميم وفتح السين مصغات نسائية أساورة خلاخيل وهناك المسك هناك المسك تأتي الضمة على الميم هناك المسك المسك ما يتناوله الإنسان من طعام وشراب يكون سببا لتماسك بدنه لأن يكون على هيئة وحالة طبيعية ما يصلح به بدن الإنسان من طعامه وشرابه يقال له المسك المسك من الطعام وشراب وهناك المسك بفتح الميم وتسكين السين والمراد من المسك الجلد وفي اليمن في زمان النبي كان اليمانيون يطلقون على جلود الخرافي وجلود الماعزي وهي جلود أخف من جلود البقري وجلود الأباعر يطلقون على جلود الخرافي وجلود الماعزي المسك مسك الخراف وإن كان في لغة العرب المسك الجلد مسك البعير مسك الثور مسك الحصان ومسك الخرافي والماعز أيضا المسك هو الجلد لكن اليمانيين في زمان رسول الله في الأزمنة القديمة كانوا يستعملون هذه اللفظة بشكل خاص يطلقونها على جلود الخرافي والماعز المراد من الرواية أن حمائل سيوفهم مصنوعة من الجلد وكان هذا الأمر شائعا في تلك الأزمنة فإن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقرب الفكرة للذين ستصل إليهم هذه الرواية من أن اليمانيين سيكونون مميزين بخصائصهم اليمانية هذا هو الذي تريد أن تقوله الرواية لأنهم في زمان رسول الله كانوا يصنعون حمائل سيوفهم من جلود الخرافي والماعز ويزينونها فهذا هو الذي تريد هذه الكلمات أن تخبر عنه حمائل سيوفهم المسك لا هو المسك ولا هو المسك ولا هو المسك لا معنى لكل هذه الكلمات حينما نقول حمائل سيوفهم المسك لا معنى لهذا الكلام ما معنى أن حمائل سيوفهم تكون مسك تكون رائحة طيب هذا التعبير لا هو بتعبير مجازي صحيح وليس هناك من وجه استعارة بلاغية ولا أعرف أسلوبا من أساليب الكناية في الأتب العربي يكون بهذا الشكل وإنما الكلمة هنا المسك والمسك جلود الخرافي والمعس قطعا هذا الموضوع الذي تحدث عنه المرسل بخصوص اليماني وأتباع اليماني موضوع مهم جدا تحدثت عن اليماني كثيرا في برامج السابقة وسأتحدث عنه في قادم الأيام إن شاء الله تعالى وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة مهمة وموضوعات مهمة جدا مع شيء من الأجوبة فهذا هو عنوان برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة أتمنى أن تكون هذه الحلقات نافعة ومفيدة لكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة سألكم دعا جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر